رحاب الطهر والإيمان يسري على درب الهداية والنقائي رحابك شعب الأنوار فجراً ليهدي التائهين إلى الصفائي تعالى يا أخيتي في رحابي لنصعد صوب علياء السماء رحاب الطهر والإيمان يسري على درب الهداية والنقائي رحاب الطهر والإيمان يسري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأخلاق هي ثمرة الدين أو التدين وهي روح العبادة ومن كل فريضة فرضها الله تعالى علينا ومن كل سنة سنها نبينا صلى الله عليه وسلم يتعلم المرء الكثير من الأخلاق والقيم التي ترتقي بالمرء في علاقته مع ربه ومع نفسه ومع الآخرين فكيف يمكننا كأمهات ومربيات وهذا يعني بيت القصيد من الحلقة ومن البرنامج أن نستثمر عبادات شهر رمضان من صوم ومن دعاء ومن قيام ومن صدقة في ترسيخ الأخلاقيات والآداب السامية لديننا الحنيف وكيف يمكن التركيز على زرع الأمهات للقيم كخلق الصدق بشكل خصوصي فإن شاء الله حول هذا الموضوع الصدق والجوانب الإيمانية والسلوكية لخلق الصدق سنتحور في هذه الحلقة مع ضيفة البرنامج الدائمة الدكتورة هالة سمين ومستشارة التربوية والإسرية أهلا بك دكتورة أهلا بك يا مونة وبكل اللي بيسمعونا في برنامج في رحبة أهلا بك في ليلة جميلة النهاردة إن شاء الله إن شاء الله يعني تجتمع بركة الزمان وإن شاء الله نقوله بركة اللحظة والمكان بيد الله والموضوع أيضا مهم يعني من المقاصد الليالي المباركة هذه إن يا دكتورة نتكلم عليه الأبعاد التي يمكن إننا لا يراها الكثير من العبادات فممكن نسألك سؤال إن البعض يعني لديه مفهوم ناقص للصدق يعتبر الصدق في القول فقط أن نقول الكلام الصادق ونصدق في أخوالنا لكن في الحقيقة هو الصدق مفهومة أوسع من هذا فنحب إحلي نسمع منك ما هو مفهوم الصدق وأنواعه وكيف تطبيقاته في حياتنا تفضليه لكتورة بسم الله والحمد لله والسلام على رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الأول يعني بالرحب بيكوف ليلة جميلة جدا جدا النهاردة ليلة واترية يعني تتيجي معا تتزامن معا ليلة الجمعة يعني ليلة واترية وليلة الجمعة يعني بس شاي سأقوله كله يركز النهاردة هالينا إن شاء الله يا رب يجعل ليلة مباركة وحلقة مباركة ويعطينا سوابها ويرزقنا الخلق اللي هنتكلم عليه النهاردة احنا دايما بنقول الأخلاق لها علاقة بالإيمانيات يا جماعة ودايما رمضان احنا بنزود في الإيمانيات فأمر طبيعي إن أخلاقنا تزيد ده ده أول يعني حاجة كده ومفهوم المفروض نعرفه احنا في رمضان بنزود إيمانيات بالتقوى والتقوى تودينا لحسن الخلق وتودينا لسلوكيات الصحيح فتطلع من رمضان أثر الصيام باين عليك أثر الصيام باين عليك بإيه؟ بالمعاملة بالخلق بالسلوك بأثر العبادة اللي أنت زودتها في رمضان النهاردة هنتكلم عن الصدق إيه حلقت الصدق برمضان؟ طقوى ما هو الطقوى إيه؟ غير الخوف من إن الله سبحانه وتعالى يعني يراني في وضع أو في عمل أو في فعل أو في قلب لا يحب الله سبحانه وتعالى الطقوى إن أنا تجنب يعني غضب ربنا علي استغفر إن شاء الله مش إحنا في المواقف ديه فالأصل إن أنا بعلي إيماني والأصل إن أنا بستزيد والأصل إن الليلة زيدية أو اللي بعدها أو اللي بعدها أو كل السنة إن أنا باتق الله عز وجل فيصل لجوارحي والقلبي ويبان أثر الطقوى ديه على إيه؟ على أفعالي وسلوكياتي النهار دا ما بنتكلم عن الصدق حابة أبتدي بحديث كان سيدنا أبو بكر قال سيدنا أبو بكر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم اعتلى المنبر وهو بيعتلى المنبر بيكلمه بيقول قام فينا رسول الله ثم اختنق بالبكان وبعد التالتين قام فينا رسول الله يوما وقال أم جاي بكتين قال تالت مرة قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال وبكى تلت مرة لحد أما المرة التالتة قال يا أيها الناس صلوا الله المعافاة نسأل الله المعافاة وما أوتي أحد أفضل من اليقين بعد المعافاة يبقى اليقين في الله والمعافاة وقال بقى الحديث اللي احنا عارفينه عليكم بالصدق فإن صدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى جنو وما زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقة وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وما زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذب والفجور يؤدي به إلى النار طيب هو أنا الصدق زي ما احنا فاهمين صدق قولي بس يعني صدق أن أنا أصدق في الكلام لا أنا عندي أربع أنواع للصدق صدق مع الله سبحانه وتعالى رجال صدقوا مع هادو الله عليه وكان متح يدنا أبي بن كعب وكونوا مع الصادقين اللي هو سيدنا أبي والاثنين اللي معانه صدقوا الله عز وجل فكانت التوبة وخلد صفاتهم في القرآن ليوم الدين دول الصادقين أصدق مع هادت الله عليه أنا عهدت ربنا على إيه إن أنا أبقى مسلم إن أنا أبقى مؤمن إن أنا أصلي إن أنا أبقى مسلمة جيد إن أنا أقوم الليل إن أنا أقرأ القرآن إن أنا أصدق مع الله مش أنت عهدت ربنا على إيه أصدق مع الله سبحانه وتعالى يبقى أول نوع الصدق مع الله رجالهم صدقوا وصفوا من الله عز وجل بالرجال معهدوا الله عليهم فمنهم من قضى نحن ومنهم من ينتظر لما جعلنا منهم قولوا أمين رقم اثنين الصدق مع حالي أنا ذات نفسه لما بصدق صدق جوايا زي براية هو أنا حالي وبصرتي على نفسي أجيبها إزاي البصيرة دي عارفين بإيه أجيب البصيرة بأن أنا أحاسب نفسي حسابي اليوم والليل كاش بحساب أنا النهاردة عملت أه نهاردة أرسلت الصلاة على وقتها لأنا جبت النوافل لأ أنا أقرأت قرأة لأ النهاردة أنا قلت مكسرة في الزكر الفلان لأ النهاردة فمحاسبة النفسي هي تقييمي على نفسي وأن أنا أشايف نفسي قدام نفسي وأحرز أن يكون ظاهر كباطني بل بالعكس أن يكون باطني أفضل من ظاهر اللهم أجعل سريرتنا كما تحب وطرده واجعل سريرتنا كعلنيتنا وجعل سريرتنا أفضل من علنيتنا يبقى ده الصدق مع النفس أنه كده عندي تنوع والتالت الصدق مع الله yeah الصدق مع الناس الصدق مع الناس وأننا أصدقهم وأننا أصدق لهم النصيحة وأننا أكذبش عليهم ولا غش ولا أودلس ولا أن أنا أشهد شهادة زور أنها النبي ساصلم عن هذا قول أنا وقوله زور أنا وشهادة زور وأنا ما حب أقولك صدقة في البداية وأنا هكون صدقة أعلم أولاد الز إزاي وأنا مش فيها مقولوكو الصدق حلقة دي نقصل خلق الصدق وان شاء الله في الحلقات الجاية بإذن الله نبقى نشوف إزاي نسقطه على الآخرين اللي حوالينا مش بس أولادنا كل ما نحتك به هم يشوفوا العبد الله مشاء الله على عبد الله مشاء الله على محمد مشاء الله على منا مشاء الله على هل صادقات واللي شوف هيقول دي لا تتصف إلا بالصدق لأن الله سبحانه وتحالي يحب الصادقين ويحب والصدق يوديني للطقوة والله يحب المتقين والطقوة توديني إيه توديني لأعلى مراتب الإيمان طيب النوع الثالث من أنواع الصدق مع الناس عندي الصدق القول اللي احنا عارفين النوع الرابع الصدق القول اللي احنا عارفين إن أنا ماقولش اللي حق ما يطلعش من بق إلا صدق ما يطلع من بق إلا الخير كله هو ده اللي المفروض إن أنا أكتسب به والمفروض إنه يكون ده سمتي لكن إنه يبقى معهود عليه أصلي بقى بهزر وهو كذب وتجي تقول بقى بعد كده ما أنت هتعلم بقى بدك إيه هم شايفينك أصلا بتحميلي إيه هم شايفينك أصلا بتجزيبي وشايفينك من الصدقة في الكلام فصدق القول ده كلنا اللي عارفين لكن أنا عندي صدق مع الله وصدق مع النفس وصدق مع الناس وصدق القلب وآخر حاجة خمس أنواع مع ليش خمس أنواع صدق العمل صدق العمل هو إذقان إخلاصه أولئك الذين أنعم الله عليهم مع النبيين والصدقين والشهداء ربنا أنا عم عليهم ظلم مع مين بعد مرتبة الأنبياء مرتبت الصدقين ليه علي هقول لكم ليه دلوقتي أعلم الشهداء أعلم الشهداء ليه لأنك أنت وإنت بتصدق في القول أنت صادق في قولك آه أنا صادق في قول صادق في فعلك آه أنا مخلص مع الله آه أنا مخلص مع الناس إنسان إنسان عارتين إيه واضح الناس الصادقة ناس مريحة في التعامل الناس بعكس الكذاب ينفر منه الناس وبعيد عن الناس وقريب من النار والله عز وجل عليه فجور في واثقه بالفجور يهدي إلى الفجور الكذب لكن الصادق مريح مريح في تعامله مريح في التجارة مريح في كلام وسيقول لك لا 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 دا ما بيجذبوش أنا مصدقاه هو دا طب إيه أعلى أنواع أعلى منزلة في الصدق اليقين الله أعلى منزلة في الصدق إيه منزلة اليقين اليقين أعلى منازل الصدق عارفين اليقين يعني إيه يعني يقين مع الله لا يشك لا عاشا لله يبقى عندي أول حاجة يقين مع الله بعد كده عندي اليقين بالآخرة بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا مين ذلك الكتاب والله ريد فيه هدى للمتقين قال له تقوى يعني برضه في رمضان آه وصيام طيب دي أول حلقة هدى الذين يبنون بالغاية يقومون صميم ما رزقناهم من ثقون وإيه التاني والذين يبنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبل بصن الحلقة الثانية وبالآخرة هم يقنون ما بينفصلوش عن بعض تقوى وبعدين صدق المنازل أعلى منازل الصدق يعطيني يقين يبقى عندي يقين في الله شكل استغفر الله فتر السماوات والأرض لا 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 ما عنديش فضل الله طيب صدق بالآخرة والإيمان أو يقين بالآخرة آه يقين بالآخرة خلاص وبالآخرة هم يقنون دولة ايه ده أعلى نوع رقم ثلاثة اليقين في موعود الله وموعود رسول الله لزوال الكون اسمعوا لزوال الكون أهوى عند الله من أن ينفذ موعوده للمؤمنين يعني طالما الله عز وجل طالما الله سبحانه وتعالى وعدنا بشيء أنا يكون من جوايا ادعوني أستجل افعل كذا ولا كذا اكفوا اليتيم أنا مصدقاك يا رب أنا مصدقاك يا رب دوت أعلى منازل الصدق اللي هو اليقين اليقين اللي هو في موعود الله وموعود رسول الله صلى الله عليه وسلم فاصبر إن وعد الله حق صح ولا لا فإن الوعد الله حق طيب مدون تنويت الخير أنا عندي يقين أن أي عمل أنا بعمله عند الله ما بيدرش إن الله لا يدع أجر من أحسن عمل يبقى أنا المفروض علي أحسن العمل بس أنا علي أحسن العمل الله سبحانه وتعالى وعدني بكذا ونصادق ونمصدق موعود رب أنا مصدقك يا رب ومصدق كلام النبي عليه الصلاة والسلام دوت رابع نوع من أنواع يقين يبقى عندي يقين في الله واليقين في الآخرة واليقين في العمل إن أنا بعمل عمل لله واليقين في موعود الله وموعود رسول الله طيب دربات اليقين أنا لسه بتكلم في الصدق ليه بتكلم في اليقين لأن أعلى مراتب الصدق اللي إحنا عايزين نكتسبها أعلى مرتبة فيهم دلوقتي مرتبة اليقين أنا عندي أول حاجة علم اليقين علم اليقين يعني ماذا أقول لكم دلوقتي أنتوا شايفين الفيديو بتاع في رحة بيها أوه كده علم أنتو شايفين لكن لما تيجوا تحضروا معنا في الستوديو مرة وأسلم عليكم آه خلاصة دي كده إيه عيني اللي يفتن شوفنا بالعين لكن لما قاعدكم بقى تنسوكوا المايك وتتكلموا مش عارف إيه ده حق يقيمها ما تقولون ما فيش استوديو ما فيش حلقة لا أقول لكم لأ ده أنتو جيت وقلت وعملت لما أجد ديك عسل أقول لك أنا عندي عسل حلو تعالي ها لما أقول لك عندي عسل حلو أنت اللي بتعمل إيه أنا مصدقك أنا عارف أن هالا صدقة ما بتجذبش وعارف أن مونة صدقة فأنا مصدق مونة ومصدق هالي تمام؟ خلاص لكن لما أجي أوريك العسل على الكاميرا خد بص عندي العسل في البيت آه صح بقى ده عيني اليقين لكن لما أجي أدوأك العسل جال الله لو قلتوني إيه ها أنا خلاص دقتك بقى ده حق اليقين هاتي كده هاتي أول حاجة كده في موعود الله أو في أن أنا أعرف يعني إيه عيني اليقين هاتي مثلا إيه ولا تروسك التقصر وتروينها عيني اليقين وهاتي بقى صورة الواقع إن هذا لهو حق اليقين فأنا المفروض دي درجاته أنا بقى في ناس على خطر عظيم إيه الخطر العظيم اللي هم عليهم الناس اللي على الخطر العظيم اللي ما عندهمش يقين النبي عليه الصلاة والسلام حذر منه قال ما أخاف على أمتي أخوف ما أخاف على أمتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم ضعف اليقين ما أخاف على أمتي إلا ضعف اليقين فخلي بقى قوع يكون عندنا ضعف اليقين ضعف اليقين أنزل من المرتبة الصدقية على طول طب أعمل إيه أعمل إيه بقى الخطوات العملية على جان ربنا الله سبحانه وتعالى يرزقني اليقين وأعلى منازل من منازل الصدق وأطلع من الصدق بالتقوى وأخذ سواب رمضان وأنا متخلق بهذه الصفة وربنا رزقني الخلق ده أول حاجة الدعاء عشان بس أنه بفهميه الدعاء اللي استعانى بالله سبحانه وتعالى يا رب أستعينه بك بعبادة الاستعانى أنا باستعين بك وبتعبد إليك باللي استعانى يا رب اللهم رزقنا من ح Shank وكان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ايه ده هو اليقين بيهون المصائب الدنيا اه اليقين بيهون المصائب بيهون المصائب وبيهون كل ايه لأن أنا عندums يقين إن كل فعل الله خير وإن فعل الله حكمة مطلقة وإن قدر الله خير المطلق وحكمة مطلقة ده رقم واحد الدعاء تاني حاجة الصحبة شوف مين الصحبة اللي تعينك وابعد عن الصحبة لأي كلام الصحبة اللي تبعدك عن ربنا الصحبة اللي تبعدك عن موعود الصحبة اللي تبعدك عن الجنة أبعد لا أختارني صحبة على كله فهذه تالت حاجة اللي هي تزود عندي موضوع اليقين أنه أنا أكتسب وفي أعلى منازل الصدقين دولة العبادة أعمل إيه في العبادة يعني؟ تكرار العبادة ما تيقاس وده إجابة سؤال بقى ناس يقول يقول لك بصيبا أنا مش حاسة أم ربضان ولا بتقولولي إيه تقدر والأعمالين تقولولي معرفش بيحصل إيه أنا مش حاسة أصلا أني فيه الكلام ده مش تابع شو هم شو هم تحس تابع واستمر وكرر عبادة كرر 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 واعبد ربك السنررية في العبادة حتى يأتيك اليقين ما يقين أنه هو الموت وقيل أنه هو حق وقيل أنه هو حق وقيل أنه هو حق يقين أي أنت المهمة تكرار العبادة وأنك ما تيقاس ومش بعبد عشان أرزق الأمر أنا بعبد عشان الله سبحانه وتعالى يستحق العبادة أنا بعبد عشان بحب ربنا أنا بعبد عشان أقوله يا رب أنا بحب ثالث حاجة من الحاجات احنا قلنا الدعاء وبعد كده الصحبة وبعد كده العبادة رابح حاجة التفكر التفكر مش بس في آيات الله الكونية زي ما عمل سيدنا إبراهيم كذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ليه؟ ليكون وليكون من المقنين لما تفكر وصل لليقين التام لا بس أني بريء من مك خلاص كل دي تبتعبدوه لا 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 يا الله سأنا بعبد الله الواحد الأحد من التفكر طب ده تفكر في آيات الله الكونية كمان التفكر في حالك التفكر في أفعالك التفكر في الحاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى بيعملها لك على مدار اليوم والليل التفكر حتى فإنك بتسمع رسالة زي ديك مني دلوقتي فالتفكر لوصلك لليقين الله سبحانه وتعالى وخير الله وفعل الله وحكمة الله سبحانه وتعالى فما جاء أقولي وأرجع لسؤال مونة في أول الحل وهنا زي أغي رسق خلق الصدق في أولاد لا 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 دي مرحلة يعني تالية تابعة المرحلة اللي أبيها التأسيس اللي احنا عملنا ده إننا أفهم يعني إيه المرتبة لأنا مرتبة عالية جدا مرتبة الصدق نحن فاتلوا صدق القول لا 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 إننا أرزق صدق القول وصدق الفعل صدق مع الله صدق مع الناس صدق العمل صدق النية واخر حاجة صدق القول هو ده وبعد كده عشان أفهم أعلى حاجة إيه خلاص بقيت بعمل دول إيه أعلى منزلة بقى في الصدق اليقين لازم أنا كأمة لله وكعبدة لله وعبدة لله أفهم الكلام ده النقطة التانية علشان أوصل اليقين يعني إيه يقين ثلاث مرازب من اليقين علم اليقين عين اليقين حق اليقين أجيبه بازاي وإيه طيب أنواع يعني أنواع اليقين ده يقين في الله سبحانه وتعالى أفي الله شكل لا والله لا إله إلا الله نؤمن بتحقن يا رب في موعود الله أبدا ده موعود الله ده صادق موعود ربنا ربنا بيانث بوعد ولا زوال الكون أهوى عند الله من أن لا يوفي للمؤمن عبده المؤمن موعود به طيب في موعود رسول الله والله ما ينطق عن الهوة طيب في الموعود في الأعمال لا أنا عندي يقين أن الله سبحانه وتعالى يجزيني بأجر ما عمل الصابرون هيوفوا أجرهم عملت حسن وأجر حسن ربنا سبحانه وتعالى لن يضيع أجر في الحسن دكتورة بارك الله فيك على المعاني العميقة والكلام المهم جدا جدا بالذات في هذه الليالي نستطيع بس أن نشرك معنا الجمهور بإعلامهم بالأرقام ثم نكمل الحديث في هذا الموضوع كذلك أريد أن أذكر جمهورنا أن لدينا سؤال عن البث المباشر نتمنى أن أسمع إجاباتكم عنه السؤال يقول ما هي الطرق أو الأساليب التي تتبعينها كمربية عند تعليمك خلقا جديدا أو صفة حسنة لأبنائك كذلك نستقبل الإتصالات على الاستشارات والمشاركات على البث المباشر وعبر الهاتف الأرقام الثالية بالنسبة للهاتف الثابت 021-334-74-01 021-334-74-02 021-334-74-03 094-466-56-80 094-466-56-81 بالنسبة للمشاركة عبر الفايبر 021-218-94-466-56-80 021-218-94-466-56-81 كذلك تظهر الأرقام على الشاشة لمن لم يرحق تسبيلها دكتورة عدنا عن المقاطعة تفضلي لتتمي الفكرة ثم ننتقل إلى بقية الأفكار الأخرى التي حاولوا وضوع الصدق طيب إنتي عايزين أكملمك في إيه يا موني؟ أتكلم بقية خلق الصدق ولا نتكلم على موضوع إن إحنا فعلا يعني إحنا قد إيه محتاجين إن نبقى صادقين عندنا يقين في الله وفي موعود الله وعايزين في الليلة المباركة دي إنكم سمعتوا الكلام دوت كل واحد يقعد مع نفسي يعني أنا أقعد مع نفسي وأقعد أقيم نفسي وأقول أنا فين من الخلق دا أنا فين من كده الناس كلها فكرة يا أختم هنا إن الصدق صدق كلام فقط وده من الصح وأنا ما أقول له يعلمي ابن كذا ويقولي له كذا ولازم يصدق القول وهذا غلط غلط فيه تأسيس قلبي الأول تأسيس الأول خاص بالعقيدة ليكي كأمة لله وكعبدة لله في خلق الصد والنهار دا على فكرة فرصة مباركة فرصة عظيمة جدا جدا اجتمع ليلة واترية ليلة 25 مع ليلة الجمعة دا أمر يعني كل مسلم يعني زكي عنده نوع من الفطنة ينتبه لليلة زيدية وأدعي لربنا سبحانه وتعالى لو أنت ما فكش صفة من اللي احنا قلناها ولو أنت عملت خطة من الأربع خطوات اللي احنا قلناها أنك أنت تدعو الله سبحانه وتعالى وتكرار العبادة وأنك تغير السحبة وأنك تبقى مجرد بس حتى أن أنا استعين بالله سبحانه وتعالى أن أنا بستعين بك يا رب أنك أنت تعيني أن أنا أكتسب هذه المنزلة العالية طبعا دا يقين جميع أن أنا أتفكر في حالي وفي أفعالي ما بقى الساخط أنتوا عارفين أن أصحاب اليقين مش سقطين عارفين أن أصحاب اليقين ناس راضي عن الله أنتوا عارفين أن الراضين عن الله سبحانه وتعالى ما بينصبش لهم ميزان بيطلعوا من القبور إلى الجنان يسألهم الملايكة يعني اللي وقفين على باب الجنة من أنتم أنصب لكم ميزان ونوالله ما نصب لنا ميزان أنصب لكم سراطا أمررتم بسراطا ونوالله ما مررنا بسراطا ومن أنتم نحن الراضون بقضاء الله عمرك ما هتصل للحلقة الثالثة من اللي هم هم حلقات مع بعض الأولى التقوى وبعدين الصدق واليقين وبعدين الرضا التام عن الله سبحانه وتعالى وعن أفعالي اللي هي حلقات عمرك ما توصل للحلقة الثالثة دي الرضا نحن الراضون بقضاء الله اللي هم تعمل يا خير عارفين الناس اللي عندهم سلام دخير الناس اللي جواهم نوع من أنواع الراحة النفسية ومتصلحين مع نفسهم هم عندهم يقين هم مش عندهم علم يقين وعين يقين لا لا عندهم حق يقين هم شافوا بقلوبهم يعني هم شافوا بقلوبهم شافوا أثر موعود الله شافوا الحكمة البالغة لكلام ربنا سبحانه وتعالى شافوا الحكمة البالغة لفعل ربنا قعد يزعل قعد يزعل أنه حصل حاجة ولا أمر أنت بعننا الأسيارة دية أنت فاهم أن الحاجة دية غلط عليك أن الحاجة لا 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 خالص خالص كله خير وعد الله خير حكمة ربنا خير فعل الله خير فإحنا عايزين نستغل أول حاجة في الليلة الجميلة بتاعتنا دي إن إحنا ندعي وده أول خطوة على فكرة ندعي ندعي ربنا زي ما كان بيدعي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة ودائما كان دائما في دعاء القنوط ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا رقم اثنين إن أنت تغير السحبة لازم معك السحبة والله أنا تقول لك أنا معي وأنا سمعت وعمل لك صحبة صلحة عيش في المدينة الفاضلة وعمل لك مدينة الفاضلة بالناس الصلحة اللي حواليك ولو عندك أي حد علاقة سم على قدرة الناس بتأذيك الناس ما بيدخلكش ولا يساعدوك على كلمة ما بيكلموش كلمة الله في القعدة يا أخي ما بيقولوش كلمة رسول الله صلى عليه في أي قعدة كل كلامهم ناقم ونكد وخناء ويقزت نفسيتك وحقد ومنافسك سبهم 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 ونوا دلوقتي في الليلة المباركة دية أنك أنت تتوكل على الله وتبدل صحبتك رقم ثلاثة أنت تتفكر تفكر ده يوصلك للرضا تفكر في آيات الله الكونية تقول لك ناس إيه أنا أعرف السمى النهاردة هيحصغتي لا أنا أعرف ناس بتتفكر في السمى بتفكروا في الطعام في الفكهة ده اللون وده اللون لا بيتأشر كذا لا ده اللون بيتفكروا في الوردة ده اللون البنفسيجي محطوط عليه اللون أول مرة عرفوا المعلومة دي إلا ما شفنا الوردة اللون الموف دخلوا مش عارفوا خطوط إيه باللون مش أصفر قوي الله سبحانه وتعالى اللطيف الجميل فنسبة تتفكر في آيات الله الكونية أنت تفكر في أفعال الله معاك فكر في أحوالك فكر في إن دوت خير من الله ليه هتوصل إيه للردى الله من أنتم وما أعمالكم نحن الراضون بقضاء الله ليه وصل بإيه بالصدق بالصدق الصدق الله سبحانه وتعالى ماتحوا في القرآن في أكتر من عندنا قصص للصدق صدق منجي لما نجي أحفظ أولادي إن شاء الله إن شاء الله أنا أملكوا الحلقة دي بعد رمضان أما أجي الوسائل أكتر حوالي ممكن 30 وسيلة إن أنا أغرزها في الأولاد على مراحل عمرية مختلفة أقول وأجيب قصص الصادقين وأشوف إيه الوسائل اللي أعملها اللي أعملها بس وأقول وأحفظ بقى ده ربنا بيقولك ده الرسول عليه الصلاة والسلام يحب كذلك ده الجنة بتحب كذلك كل الكلام ده بس كل حاجة خطوة النهاردة أنا أعي أعي عظم الكلام اللي بتقال النهاردة وعظم المنزلة والخلق دوت وحاول إن أنا أغرزها في قلب وضع الله سبحانه وتعالى وتخلق بيها وأخذ على نفس شرط كده أنا إن شاء الله إن شاء الله بعد حلقة دي أنا هطمع أنا في قلبي وفي عائلي بإذن الله رب أنا من الصادقين مهما حصل صدق قولي صدق فعل صدق مع الله صدق مع الناس صدق في العمل صدق النية كل الكلام كل وعظم فيها المرة لو سمحت لدينا شوية أسئلة من الحلقتين الماضيات ممكن نترحول ونرجع للصدق إن شاء الله تمام لدينا فاتمة من مصر الدكتورة سألتك أنها من أول رمضان مواضبة ما شاء الله على كل عبادات المطلوبة مننا في شهر رمضان أو مستحبة وكانت تقريبا تقرأ في اليوم أربعة أجزاء لكن سبحان الله فجأة تبدل حالها واكتشفت أنا مش قادرة تقرأ قرآن يعني ولا تواضب حتى صفحة واحدة والآن نفسيتها سيئة جدا تقوت في رمضان يعني الانتكاسة دي حصلت في رمضان ولا هي أول رمضان كانت تقرأ بالأربعة أجزاء في منتصف رمضان مونة لمستمعيت السلام عليكم تسمعيني دكتورة الآن هي الوضع الاجتهاد كان من بداية رمضان وبالنسبة للتقصير كان في منتصف رمضان فهي تصف الآن حالتها سيئة من عدم تحمل هذه أنا مستمعك يا مونة مستمعني ممكن المخرجي وتقليل الصوت راح طيب خليني أجاوب على السؤال لو لو أنت سمعاني أو لو صوتي طالع ماشي مزبوط حد يقولي بس أن أنا صوتي مزبوط ونكمل أولا الانتكاسات الانتكاسات اللي بتحصل على طريق الطعام الصوت موجود نعم وحد يكتب لي موجود دكتورة حتى يتصلح هذا العطل إن شاء الله نطلع إلى الغاصل ونرجع من جديد مشاهدينا كنوا معنا رحاب الطهر والإيمان يسري على درب الهداية والنقائي رحابك شعب الأنوار فجرا ليهدي التائهين إلى الصفاء رحاب الطهر والإيمان يسري على درب الهداية والنقائي رحاب الطهر والإيمان يسري السلام عليكم ورحمة الله مرحبا أصدقاء ببرنامج من جديد عدنا إليكم ومعنا أيضا عادة الدكتورة نجيب عن سؤال المتصلة فاطمة من مصر التي سألت من أنها تعاني من مشكلة أنها في بداية رمضان كانت في حالة من الجد والاجتهاد لدرجة أنها تختم أربع عن الجزاء في اليوم الواحد فجأة تبدل حالها لم تستطع حتى أن تقلق صفحة واحدة وهي الآن في حالة نفسية سيئة جدا من شعورها بالتقصير والخدلان فماذا تفعل يا دكتورة وكيف ترجع يعني لحالها السابق وأحسن طيب إحنا يعني كنا اكتلمنا قبل كده على موضوع الفطور اللي بيحصل في العبادة وإن الواحد بيبقى بادي بهمة وكذا وبعد كده الفطور يفطر وبعدين خلاص النهمة والنشاط بتقل كل ده له سببين أول حالة إن حالي كان قبل رمضان كان متراخي وكان متغافل وكان يعني على قدي وبدأت بهمة عشان أنا عارفة أن دي شهر كريم وكذا ودأت بقى باربعة جزاء وخمسة جزاء وسيب بعد كده إيه رجع تاني الحال بين ده أمر طبيعي مش عايزاكوا تتخضوا من حاجة زي كده بس يعني الحب إلى الله إن نحمل دو مع الأعمال وإنقاله لكن هو ده مش شهر فيه القليل أبدا يعني أنا دايما أقول لي تقول لي طب أنا كنت كده وفطرت لا ارجع تاني ارجع تاني ويعرف أن انت في أيام كلها أيام احنا نقصينا لي 27 ولي 29 يعني كل رمضان كلها فطر بتاع أربعة أيام وينتهي السباق وينتهي الفوز يعني نجاتك في الفترة دي فأنا أقول لي نفسي الكلام أذكر نفسي تاني بمدى جمال الأيام ومدى عظم الأيام ومدى النفحة العظيمة لله سبحانه وتعالى على تغلق ومدى الخسران 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 اللي هيحصل عليها استغفرنا إن شاء الله مش إحنا ولا أنتم اللي هيقصر أو إنه هيتكاسر أيام معدودات وهي فعلا معدودات شهر بيجري يا جماعة والله كنا لسه بنقول ده اللهم أهلوا علينا دلوقتي خلاص فاضل أربعة أيام بليلتين اتنين أمر يعني محزن صراحة يعني ربنا مدى الله سبحانه وتعالى ليلتين فيهم واتر والباقي طبعا أيمزجوا احنا ما بنركز صراحة يعني الواحد بقضاء مش عايزة تركزوا دوتر ولا مش وات لكن أهم حاجة إن انت تذكري نفسك بقدسية الأيام وعظمة الأيام تتوكل على الله تبتدي تاني وليل بس مش مشكلة حبها بحبها حبها بحبها لحد قلبك ميلين تاني ومن دمن الوصايا الجميلة والحل رقم اثنين للعلاج لين قلبي بالعودة إلى الله سبحانه وتعالى بكثرة الزكر كثرة الزكر والإسفعان بالله هم دول الحاجتين اللي أنا دايما دايما أسرط على نفسي وحاول وقرر وحاول وقرر اللي يلينه قلب فعلا للدخول على العبدات أدعو الله سبحانه وتعالى رب لها بصلاح الحال وأن هي ربنا يديها تاني للأمور مرحبا بكم أصدقاء البرنامج الجديد نعتدر على الانقطاعات لكن لظروف الحضر يعني يفض علينا هذا الأمر عدنا من جديد دكتورة السؤال اللي طرحتها اللي هي على مشكلة وجود خصال نقيد قيمة وخلق الصدق وهي الكذب والخداع والخيانة فأحيانا تكون جزء من طبع الإنسان ويريد التخلص منها ويغلس مكانها خلق الصدق فما الأسباب التي خلفها وجود مثل هذه الأخلاق الدميمة اللي هي الكذب والخداع طيب أولا سؤال جميل جدا ومحتاجين عليه حلقتين ثلاثة صراحة لكن خيننا نقول الناس بتجزيب ليه هي ليه فيه خداع كده في وسط الليلة هي ليه كسرت الخداع والكاذب والخيانات وكل الحاجة اللي عكس الصدق يعني الحاجات دي حصلت بسبب رقم واحد عدم فهم الناس عن خلق الصدق وجمال الصدق وإن ده خلق النبي صلى الله عليه وسلم سمي الصادق الأمين ما يعرفوش حاجة عن الرسول لو كانوا عارفوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان من ضمن صفات قبل البعث يعني مش قولوا هستوه هو نبي فلا ده هو من قبل ما يبقى نبي سمي بالصادق الأمين ولا يعلم الناس ماذا ماذا يعني أقول مثلا الفوات اللي هيفوت عليهم من السواب لو بيعدوا عن الخلق ده الناس بتكذب ليه فاكرا أن في الكذب هو النجام مع أن الكذب هو الهلكة بتاعه في الكذب الهلكة فاكرين أن لما يغش ولما يسرق ولما كذا هيبقى المكسب وأبدا ده ممكن يكون هيكسب الدرهمين ولا الريالين دلوقتي وبعدين وبل عليه وشؤم المعصية وشؤم السرق وشؤم الخيانة وشؤم الخداع عليه إلى يوم الدين لا يبارك الله لا في الدينار ولا في الدينارين ولا في الدرهم ولا الدرهم ولا الكلام لا ليه لأنه خدع الناس مش فهم ثالث سبب غياب القدوات فين القدوات اللي موت ما فين المنابع الإيمانية اللي بيسمعوا منها فين المنابع التربوية تيجي شوفي إحنا مثلا وقت إحنا خلاصة غرب مثلا شوف كم حد مثلا ممكن يسمع محاضرة زي دية أو لما يشوف مثلا محاضرة زي دية يسمحها ولا كله على الهالس وكله على الكلام الفاضي والهيافات لكن المعاني الحقيقية اللي هتنجيك من الدين واللي هتنجيك من الدنيا واللي هتنجيك من فتن الدنيا قل من يسمع فعشان كده غياب القدوات بسبب رقم أربع الخطاب ذات نفسه بيوجه للأمة سواء للشباب أو اللي بيوجه خطاب غير مناسب للمرحلة وغير مناسب للجو العام يعني أقول لك مثلا دلوقتي يتكلمون مثلا وهمش عايزين عايزين سمته معين للحديث كما 2-3-4-5 معدودين على الأصابع أو اللي أنا أعرفهم بحق معرفتي مثلا اللي خايدين في جيل الشباب وبيسمعوهم عن الله سبحانه وتعالى يجي كده كم سمعت عن الله ده من علامات الساعة من قال كلمة الله قتل بها من علامات الساعة اللي يجي كان يشككوه دلوقتي تشكيك أصلا في الدين وتشكيك في الأساسيات يا مؤمنة في الأساسيات وفي العقيدة تشكيك ذات نفس إيه ده هو ده وبعدين يعود إيه ده معقول البخاري صحيح معقول المصري مش عارفة ما إيه ده ماين أنا شدموني يعني طب ما العقل بقى واعمل العقل ما عرفش وكلام كبير جدا لكن دي الأسباب أطلع إزاي براها إذا أنا أشيل المسببات دي يبقى عنده قدوة عندي خطاب ديني للناس يفهموه يوصل لأولوبهم بطريقة سهلة ومبسطة فيه خطاب لطلبة العلم وفيه خطاب للعلماء وفيه خطاب للمشاهد وفيه خطاب لعمة الناس عمة الناس مش وصلوهم الكلام اللي بتاعدي مش وصلوهم مش وصلوهم الطريقة المبسطة مش وصلوهم السلاسة والبساطة بتاعت الدين ده ده كذا ورو ON عن الدين ده وقوakeش عرب وهتحرم الدنيا وهتحرم الحياة وما فيش قضوة المنابع التربوية والمنابع الإيمانية فين؟ فين انهم يعرفون؟ والأمر الأخير أن عدم الوعي ذات نفسه يعني عدم الوعي ذات نفسه لكذا احنا بندعو كل فرد مسلم للنصيحة لله ورسوله عمة المسلمين وعامتهم انصح ولو بآي عشان كذا حديث النبع سلامة بلقوا عني ولو آي وربما مبلغ أوعى من سامع ربما انت هو أعى منه الله سبحانه وتعالى لهم بالخير اللهم أمين يا رب يرزق الأمة الصدق والإخلاص يرزق الأمة يا رب خلق النبي صلى الله عليه وسلم مرازل الهدى والتقى واليقين اللهم أمين أمين يا رب رسالك الله خيرا دكتورة يعني كانت حلقة فعلا خاصة تليق بالليلة في معاني الصدق الإيمانية والسلوكية وان شاء الله نعدي الجمهور أننا سنتناول جانب غرس هذه القيمة بعد أن فهمناها وتشربناها روحيا وفكريا في حياة الأطفال وفي أخلاقياتهم والوسائل التي يمكن أن تطرح عليكم الدكتورة حتى تستعملوها في غرس خلق الصدق وان شاء الله نتخلص من كل الأخلاق الذميمة من كذب وخداع ونمشئ جيل على الصدق كما كان النبي صلى الله عليه وسلم جزاكم الله خيرا شكرا على المتابعة نلقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته رحاب الطهر والإيمان يسري على درب الهداية والنقائي رحابك شعب الأنوار فجرا ليهدي التائهين إلى الصفاة شكرا